انا بحضراتكم مرة تانية في الماتش منوارني اتنين من زملية العزاء في فريق عمل برنامج الماتش ومن النقاد ارياضيين المتميزين بعد تتويج الزمالك بالكومفدرالية وقبل ان شاء الله تتويج الاهلي بدوري الابطال يوم السبتة المقبل امجد الغنيني ومحمود فؤاد امجد في اول ظهور في برنامج الماتش وفي اول ظهور تليفزيوني عموما لا لا مش اول ظهور تليفزيوني بقيت معاك بعد كده برضو والله اطلعت معاك فيين كانت مداخلة وبعد كده اطلعنا اه اعتقدت ايام سي بي سي مداخلة انا اتكلم على استوديو يعني استوديو لأول مجا معاك مناور الدنيا الله يكني كاني اعمل ايه بلو كويس امجد من الصحفيين المجتهدين جدا الشاطرين جدا الملتزمين جدا المشاغبين جدا اللي عمدن ليلا مشاكل يعني الناور الدنيا بجدين اصوهي الحمد لله الله يخليك انا مبسوطنا معاك ومع فؤاد طبعا مناور الدنيا محمود فؤاد الناقد الرياضي وزميلي العزيز المتقلق مش اول ظهور طبعا بل هو يعني يخزو الفضائيات كل يوم بتفرج عليه جناور الدنيا فؤاد ان شاء الله نعمل حاجة محتر منك فؤاد مبروك الكنفدرالية للزمالك كنت موجود حضرت شفت تابعت شفت الاحتفالات شفت كيف جاء التتويج شفت الاجواء الجماهيرية لو هتلخص اليوم ده في عنوين قصيرة هتقولي عنه مليون مبروك لزمالك وجماهيره الزمالك استحق عن قدرة واستحقاك مشوار صعب من بداية أرطا سولار كان الزمالك قابة قوسينة او قدنى انه يخرج منها الكنفدرالية ولكن لعابة الزمالك كانوا على قد المسئولية لعابة الزمالك خدوا مباراة مباراة تانية لحد ما وصلوا للنهاية واستحقوا الفوز بالبطولة جمهور الزمالك هو صاحب الفرح جمهور الزمالك هو النقطة المضيئة في نهاية الكنفدرالية كانت فيه سلبيات كتيرة جدا جدا لو عادنا نتكلم عنها مش هنوعد نتكلم عنها حلقات وحلقات ولكن خلاص قد الله ما شاء فعل خلصت البطولة نتدارك الأخطاء الزمالك هو البطل نتمنى ان شاء الله بالمناسبة برضو إن النادي الأهلي ان شاء الله يتوق ويدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الجاي ونشوف سوبر أفريقي ويفوز من يستحقك إن شاء الله إن شاء الله الأهلي مقبل على يوم السبت ماتش التراجي التونسي إيه آخر الاستعدادات بعد وصول بعتة الفريق الضيف النهاردة بص يا أبرز حاجة بالنسبة لي شايفة هي عودة أحمد عبدالقادر ده أبرز استعداد للأهلي وقوة إضافية للأهلي لأنها شايفة إن انت هتبقى محتاجه في مواطش العودة سوصاً أنت في مواطش الزهاب لما إمام عشور ما كانش في أفضل مستوى نزلت أفشة أعتقد أنت هتبقى محتاج حد ينزل برضو يبقى بيمسك الكرة يبقى متاح على الدكة مع أفشة وإمام عشور بكرة فيه تمرين الأخير للنادي الأهلي جوه قبل ما يخشه في معسكر مغلق حتى كابتن حمود الخطيب هي ممتعجب بكرة يجتمع مع اللعيبة يحفزهم اعتدنا على الوضع ده في المتشاط القوية يعني في النادي الأهلي فعزين بقولك أنا بالنسبة لي وبالنسبة حتى جوة النادي هم ما شايفين فكرة كوكا طبعاً مهم جداً عودته بس فيه بديل تاني فكرة إن انت كريم فوقت جربته في باك الشمال لو كوكا ممكن يلعبها لكن عبدالقادري تحديداً هيبقى عامل مؤسر جداً 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 في مطش العودة سلاح مهم بكل تأكيد مبارح على ذكر اللعبين العائدين من الإصابات بعض المواقع اتكلمت إنه عامر السولية شارك في التدريبات أنا مبارح قلت بمعلومتنا إنه لم يشارك وحتى النهار ده ما شاركش السولية كان فيه شك والبعثة في تونس كان فيه شك إنه هو يكون الإصابة الجددت خضع لسونار لأن الحمد لله ما فيش تجدد للإصابة الوضع كله إن الالتقام بيسير ببطء شوية فهو غالباً ممكن بعد مطش التجاج بنسبة كبيرة يكون منتظم في التدريبات الجماعية لكن حتى الآن هو بيواصل التأهيل مع النادي الآلي مش هيبقى جاهز قبل مطش يوم السبت ففكرة إنه عامر السولية شارك في التدريبات الجماعية دي دي غلط تماماً تماماً وبالتالي لن يشارك بما إنه وصل بالضبط هو وكريستو كمان تحديداً كريستو مصاب ويمكن دي معلومة ممكن البعض بحكم إن اللعيب ما بيشاركش مع الأهلي أو ما بيزارش كويس كريستو مصاب والفرقة كانت في تونس فهما الاتنين دول بس سواء السولية أو كريستو هما الاتنين الواحدين اللي بقى لأسباب تبقيها طيب على ذكر عامر السولية عندنا خبر ممكن نقوله لحضراتكم وهو عن قصة تجديد التعاقد مع عامر السولية اللعب هو أحد اللاعبين اللي بينتهي تعاقدهم مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وكان في فترة سابقة قريبة وقت إصابة عامر السولية الطويلة بيرى فيها كلر نهاية رحلة عامر السولية مع النادي الأهلي ولكن من شهر فات عاد عامر السولية في وقت كان فيه إصابات كبيرة في خط الوسط فعاد عامر السولية للمشاركة بل أصبح يشارك بانتظام قبل الإصابة اللي موجودة حاليا وبالتالي تغيرت وجهة نظر مرسل كولر قبل الإصابة دي وقبل تغير وجهة النظر كان عامر السولية عايز يجدد لمدة موسمين والأهلي بيتكلم في موسم واحد وكولر لا يمانع في رحيله لكن بعد الشهر اللي حصل والمشاركة والأداء اللي ظهر به عامر السولية فأصبح الموقف مختلفا عامر السولية بالنسبة لكولر لا يمانع الراجل في وجوده لموسم أو موسمين طبقا للرؤية اللي هيراها النادي الأهلي كإدارة وكلجنة تخطيط كولر بالنسبة له بيقول إنه إذا انتوا شفتوا إنه ما يجددش أنا ما عنديش مشكلة لكن ساعتها يحتاج أن أنا أوفر أيضا بديل أجنبي في نفس المكان والأقرب زي ما كنا قلنا لكم قبل كده هو محمد علي بن رمضان الأهلي بحسب معلوماتنا بينوي تمديد عقد اللعب لمدة سنة قابلة للزيادة لمدة سنة أخرى ومنحوا حرية الخروج في أحد هذين الموسمين على سبيل الإعارة إذا أراد هل الأهلي هو العرض الوحيد؟ لا في عرضين بيمتلكهما عامر السولية لم يصل إلى الأهلي رسميا حتى الآن واحد من قطر والتاني من الإمارات العربية الشقيقة الأهلي يسعى إلى التتويج أما الزمالك فقد توجه بالفعل فأين تذهب أموال الكنفدرالية عزيزي محمود؟ كلام كتير بيتقال إن الزمالك خلاص بن شكل رسمي هيوصل له خلال أيام قليلة 2 مليون دولار مقلوها نظير ألفوز بيك أسألكم في درية كل الناس بتقول 2 مليون دولار هيحلوا أزمات نادي الزمالك الموجودة ولكن لك أنت تخالي يعني إن صعب جدا 2 مليون دولار يحلوا أزمات نادي الزمالك نادي الزمالك زي ما أنت عارف ممنوع من القيد لتلت فترات بسبب أزمات كتيرة أول حاجة خالد بطيب مطلوب الزمالك يدفع له 2 مليون ونبعمائة ألف يورو باتشيكو 450 ألف يورو فرجاني سياسي 750 ألف يورو الأخير مؤخرا كده اللي جات في الآخر كده روي أجواش اللي كان مساعد في ريرا السابق الجهاز كله المساعد كله 55 ألف دولار ولكن أجواش له 26 ألف دولار يعني الـ 2 مليون دولار اللي هيجوا من الكنفترالية مش هيحلوا ولا أزمة واحدة منه يعني ولا أزمة خالب وطيب مش هيحلوها كل الناس بتقول إن المجلس يتحرك إن الأزمة تتحل بالتأكيد المجلس عايز يعمل زي المركات واللي فات خلصوا أكتر من 14 أو 15 قضية نجحوا في التعاقد مع 10 صفقات فادوا الزمالك ولسه هيفيدوا نادي الزمالك ولكن الموقف دلوقتي يا هاني صعب جدا على حسب معلوماتي إن المجلس في أصوات بدأت داخل المجلس تنادي إن إحنا عندنا أولويات يعني عندنا أولويات يعني ممكن نأجل حتة اللي إحنا نخلص أزمة القيد ونشوف اللعيبة اللي هي معارة ممكن يرجعوا حسام أشرف حمدي علاء أحمد محمود حد منهم يرجع نادي الزمالك وأولويات المجلس إنهم عايزين يا هاني خلصوا مستحقات اللعيبة لكن أنت تتخلي اللعيبة بخديتش اللي 25% من قيمة عقدة مستحقات مالية متأخرة ده غير 25% بتاعت الموسم اللي فات مستحقات مالية متأخرة مكافآت بياخدوها بانتظام ولكن مش قوي النهاردة اللعيبة خادت مكافلتك واخدت جزء من المستحقات مرتبات موظفين مرتبات عمالك نادي الزمالك عشان نبقى صرحة ماليء بين الأزمات المالية الطاحنة ربنا يكون في عون المجلس أنا مش عايف حسنين تقصد يعني إن فك القيد مش أول أولوية في الحاجات دي بين وبين الاتجاه الأقرب والأقوى حتى الآن إن المجلس يأجل يفك القيد عنده أولويات تانية زي بقولك مستحقات اللعيبة قيمة عقود مرتبات أجهزة مرتبات عمال وعندهم في صفقات اللي حد ما الفريق مكتمل قد ينقص الفريق مثلا مركز أو اتنين ولكن ممكن يرجعوا حد من العارة لعب أو اتنين من العارة ويكتفل مجلس به القايمة الموجودة حاليا ويرجع زي بقولك حد من العارة وعندهم أولويات كبيرة جدا هم خايفين يخشوا في أزمات غير أزمة القيد فالاتجاه الأقرب دلوقتي بقولك إن المجلس ممكن في اتجاه أنهم يأجلوا يحلوا أزمة القيد في الانتقالات دي بالنظر لأن الأهلي هيكون بيجهز لكاس عالم للأندية بعد ماتش السوبر ده بعدة أشهر قليلة يعني والزمالك ممنوع من القيد فالأهلي هيكون عمال يعمل صفقات مش عشان ماتش السوبر بل عشان كاس عالم للأندية والزمالك ممكن بحسب كلام محمود ما يكونش عنده قدرة إن يعمل صفقات هل ده يوضح كده إن الفوارق هتزيد أكتر ما هي موجودة على مستوى عمق القوائل مستحيل لأن ماتشات الأهلي والزمالك بتعودنا من يوم ما شجعنا كوريا وأهلي أو زمالك لماتشات الكريمة ولا هاش حسابات أنت ممكن يبقى الزمالك عنده إصابات والدنيا عندهم فيها مشاكل كتير ومع ذلك ممكن يعمل جيم كويس وصاد الأهلي ممكن يخسر بس على الأقل بينافس والعكس صحيح الأهلي ممكن يبقى في كامل قوته ويبقى بيخسر ماتش أو بيتعادل ففكرة إن التدعمات اللي بتتعامل لا مش شايفة هي طبعا عامل مؤثر وهي ما بدي إضافة للأهلي خصوصا لو غير لعيبة محترفة ماشا ديانج ماشا بيرستاو ماشا مودست دعم بصفقات أقوى ده أكيد هيدي عامل مؤثر للنادي الأهلي إضافي بس مستحيل يكون يعني دليل على أن خلاص كده الأهلي يكسب الزمالك في السوبر دليل مستحيل أخوص إن شاء الله الأهلي يوصل للسوبر أتمنى إن شاء الله وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده لكن على الهامش يعني خالد بطيب فيه تواصل بيتم ولو فيه تواصل هل لان هل حس إنه ممكن هل فتح مجال التفاوض ولا الدنيا قولا واحدا حتى هذه اللحظة خالد بطيب رافض تماما تماما جدولة قيمة مستحقاته 2.400.000 يورو رافض الجدولة رافض الحل الودي متمسك بالحصول على قيمة مستحقاته كاملة صدر عمري أدهم عضو مجلس الإدارة والمكلف من المجلس حسين لبيب إنه يخلص الأوضاء الخارجية تواصل مرة أو مرتين كده مع محامي خالد بطيب الراجل أبدأ مرونة إلى حد ما ولكن برضو متمسك بالحصول على قيمة المستحقات كاملة حتى هذه اللحظة باتشيكو رافض تماما تماما الحصول على أي جزء عايز مستحقاته كاملة أيضا هم مش عارفين يوصلوا البتشيكو ما بيردش على حد في الجاني سياسي برضو متمسك ولكن روي أجواش له 26.000 دولار أبدأ مرونة تواصله معا خلال الساعات اللي فاتر الراجل قال أهم حاجة الأزمة تتحل هو يعني مرحب إنه ياخد جزء ومستحقاته بشرط من الجزء المتبقي يتم الاتفاق على ما عاد ياخده وخلال 72 ساعة خلينا أقولك يا هاني إن أول أزمة تخلص أزمة روي أجواش هي 26.000 دولار يعني مبلغ قليل في ظل الكبير حوالي 300 مليون جنيه يعني رقم ده كبير في حد ذاته لكن مقارنة بالقدام مش كبير لكن كل حاجات دي ممكن تبقى بتخصم 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 من الاتنين مليون دولار مباريح الدكتور حسيني مندو بيقول لي مبسوص لنا فيهم قال لي كده بالزبط ولكن لما بصيت بعد كده على اللي تكتب النهاردة إن بيرامدز يستحق 3 مليون وإن بي يستحق 5 مليون سواء بسبب دونجا عمر جابر زياد كمان لقول لأ ده أنا كده فهمت معنا كلمة مبسوص لنا في يوم احكي لي الجديد دونجا وعمر جابر لما جوهم الزمالك في موسم 22 دونجا وقع مع الزمالك 5 سنوات لك أنت تخيل يعني عقد دونجا مع الزمالك بالأرقام واحد وتمانين مليون جنيه في العقد الأول في الموسم الأول 22 23 عشر مليون وتلتمية اربعة وتمانين ألف في الموسم الثاني خمساشر مليون وكسر الموسم الثالث ستاشر مليون وحوالي سبعتاشر مليون انا يزيدوا يباني احنا بقول لك الموسم الرابع 18 مليون ونص الموسم الخامس اللي هو 26 27 20 مليون جنيه على الجانب الآخر عمر جابر لما جز زمالك سنة 22 وقع ثلاث سنوات الموسم الأول 13 مليون و846 ألف الموسم الثاني 14 مليون و615 ألف الموسم الثالث 16 مليون حوالي 17 مليون قيمة عقد عمر جابر 45 مليون جنيه لما دونجا وعمر جابر جهم نادي الزمالك تم عملوا كده أن نادي بيرامدز يحق لي الحصول على ده ورقة كده تمت يعني استحقاق لبرامدز ورقة كده في نهاية العقد لو عمر جابر ودونجا موجودين في الزمالك نادي الزمالك خد بوتولة الكنفدرالية عمر جابر بيرامدز ياخد من قيمة عمر جابر مليون ونص ودونجا مليون ونص يعني بيرامدز بشكل رسمي وطالب الزمالك بالحصول على 3 مليون جنيه وعبدالله السعيد بخلاف ذلك عبدالله السعيد ده اللي غريب جدا يعني لما عبدالله السعيد جي من بيرامدز جناد الزمالك بالتأكيد كان مقيد أفريقيا في بيرامدز مش هيلعب مع زمالك ولكن تم وضع برضو باند كده في البنود الإضافية أن لما يتأيد في الزمالك ويلعب أفريقيا الموسم الجيان ان شاء الله يلعب مع الزمالك بيرامدز ياخد مليون جنيه ولكن دلوقتي ده لما يقيد السنة الجاية السنة الجاية مش عارفين بقى الزمالك هيلعب أما حاجة أن الزمالك هيلعب أكيد كده بطولة قرية بيرامدز يحط كله دلوقتي وطالب رسمي الحصول على 3 مليون جنيه من الزمالك طيب وطبعا الفلوسة اللي عم تتخصم دي كلها غير الغارمات المتوقع على الزمالك بس بعد مسألك يا أمجد عم بعد المشهد اللي حصل في تتويج الزمالك بالكومفدرالية عمين نقرأ كمية تحليلات وأخبار عن تأثير ده على متش السبت ومراسم التتويج إيه اللي عندك؟ بص الموضوع منقسم لشكرين الناس تكلمت أن ده هيترطب عليهم تأثير في الحتتين دول أول حاجة موضوع مخرج المباراة أنه يبقى فيه مخرج أجنبي والحتة الثانية تغيير برتكول تسليم الجايز مظبوط الجزء الثاني وهو ده الأهم في رأيه أن لا فكرة أن فيه تغيير في المكان ده مستحيل مفيش أي حاجة تطرحت حتى وقتنا هذا تغيير مكان التسليم يعني هو في الملعب ولا يبقى في حتة التالي اتقال أنه يبقى ما بين المقصورة والمقصورة الأمامية لو تفتكر أيام كاس مصر زمان أيام حتى الأهلي والنجم الساحلي لما طلعوا في الممرات واستلموا اليداليات ده في العرف بتاع الكاف هو ده موجود كبلان A و B و C لو فيه مشكلة فهنخص على بلان B لو فيه مشكلة فهنخص على بلان C فده كده كده ده موجود من ضمن الحسابات لكن هل أنه هم تم اتخاذ قراري وتبلغ به أهلي أو الترجج التونسي أو حتى الكاف بيفكر في كده لأ كل ده غير صحيح حتى الآن يعني التسليم في نفس الملعب في نفس الملعب في نفس الزماني بالضبط لأنه حتى يعني يعني عارف منطقيا مش هينفع الأول اللي أنت ربنا قرأ من أهلي وكسب فهو هطالع في وسط جماهيره كم واحد من الجمهورة عايز تصار مع اللعيبة كم واحد عايز يقول كلمة اللعيب ده ولو لا قدر لا العكس جمهورة لعبة ترجج تلعب فممكن يبقى فيه تخوف أن هم طالعين في وسط جمهوري الآلي في النهاية فأمنيا حتى سواء اللي ده أو اللي ده هي ممكن تحصل بس بتأمين عادي يعني مثلا كسل التحاد الإنجليزي بيتعمل من خلال التسليم بيحصل فوق في الممرات لكن الدور الإنجليزي بيتعمل في الملعب وبالتالي عشان كده فيه فكرة اللي أنت قلتها بلان A وB وC فأنت بتقول حتى الآن البلان اللي قائم هي ايه في الملعب كلمت مع مصدر وصيح جدا 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 جواه النادي الأهلي قبل الحالة ما تبدأ وكان من ضمن الحاضرين للاجتماعات الخاصة بالبرتوكول لغاية مبارك قال لي مفيش أي حاجة في الموضوع ده موضوع الإخراج هو كده كده اتقال الوسائل أعلام المغربية هاي اللي بدأت الموضوع ده ان اتقال ان فيه مخرج أجنبي بعد اللي حصل في موضوع النادي البرتوكول كلام ده مش صح كلام ده من 15 يوم الكاف بعت اختاري للكلفزيون المصري ان فيه مخرج أجنبي موجود لمطش الهائي ده جرت العادة في آخر 3 نسخ ده اللي بيحصل السنة اللي فاتت في الأهلي والوداد كان موجود مغربي بس مغربي أسباني فهو كان مش واحد مغربي محلي هم كانوا جايبين واحد من برية بس كان بيحمل الجنسيتين والسنة اللي قبلها بردو كان مخرج أجنبي فهي ده قريب ملاش علاقة يعني ملوش علاقة تماما بالمطش اللي حصل ها تمام هو دي قصة متتعامل في نهائي دوري أبطال أفريقيا وكان فيه كلام نهائي تتعامل في الكونفدرالية بالمناسبة بس بص يعني بردو أنا بكاملها شوفت انت زي القصة دي بتاعت الإخراج ورأيك فيها محمود اللي كان في الملعب كان سامك لابا انت مرياندي من الآخر مش دي مصر يا جماعة اللي بيحصل مهما حكي لك كان الوضع كارثي لك أنت تخيل ده واحد من قلب الأحناس يعني مشانة وانت رئيس الاتحاد الأفريقي نازل مش عارف ينزل رئيس الاتحاد الأفريقي نازل مش عارف ينزل رئيس مجلس قدارة نادي الزمالك البليزر بتاعه تشد وتقطع والأميس تقطع والكرافات بتاعه تقطع كان المظهر يا هاني كان صعب جدا جدا لازم احنا نعيد حساباتنا ولكن أضيف على معلومة عليك ما يضاي يا هاني داخل الاتحاد الأفريقي ودي من الحاجات اللي عاملة مشكلة كبيرة جدا وانزعاج كبيرة جدا ان متسبي تعرض لمضايقات في الحتة اللي ما بين المقصورة لغاية أرض الملعب شفتنا الفيديوهات شفت كمال الراقل كم البهد يطلعوا من وسط الزحمة دي متسبي في التقرير اللي قالوا ان دي كانت حاجة عاملة له انزعاج جدا انت عارف طبعا الأجانب مجرد ان انت تعمله كده دي بالنسبة له وكانس ده حتى برضو في تسليم الكاس كانوا يقف تسليم الكاس عاملة وإن اللي بيحصل طبعا على ذكر تسليم الكاس اللقطة يمكن الأولى في قصة تسليم الكاس كانت شيكبالا وهو مع ابنه آدم ربنا يا رب يخليه الممته برضو متسبي كان عنده نظرة استغراب يعني ابتسم بس كان مستغربا هل شيكبالا بالتصرف ده في أي رد فعل لأنه يقال بحسب التقارير انه يكون أحد اللاعبين المعاقبين من طرف الزمارك ما تستغربش احنا في يعني اقول لك ايما يا اللي حصل كهريسي بمعنى الكلمة شيكبالا مع احترامل شيكبالا وابنه ربنا يا باركلي فيه ولكن مرفوض تماما يعني انت تجيب ابنك واللعيبة وقفة اللعيبة اللي تعبت حتى اللعيبة هاني كانت وقفة كل مستغرب والرغم المتسبي كان وقف مستغرب يعني ايه ابنك ماشي خد الكاس يا شيكبالا مش بنهاجم شيكبالا لكن احنا بنحكي الواقع اللي المفروض يحصل ابنك الله تحتفل بيه بعد ما اللعيبة تفرح بعد ما اللعيبة تصور لك انت خلي هاني اللي حتى هذه اللحظة ما فيه صورة جامعية لفريق الزمالك بالكاس بكاس الكونفدرية ما فيه صورة في الملعب بفريق شيكبالا حيات ده ابنه الكاس قاعد يفرح الناس اتزحمت ابنه الناس كانت ربنا يحفظوله الناس كانت زائت ابنه كانت ممكن تدوس عليه قاعد يعيض زوجة شيكبالا شيكبالا بدور على ابنه ولكن الوضع كارسي لانه بكل بساطة ده مش توقيت نزول الاسر اللي عايزة هو كانت القصة هانيكك محتاجة تنظيم افضل من كده حتى هقولك بس مقصورة الصحفين كانت كارسع يعني احنا كنا عادين حوالي من مصر احنا كنا مثلا ايه خمسين ستين صحفين مثلا اربعين صحفين من المغرب احنا دخلنا مش لقين مكان سباك احنا مصريين هنعدي وهنقض وهتمش لك انت تتخلي ان كل الصحفين المغربين المغربة دخلين مفيش مكان مشجيه صحاب لعيبة زوجات لعيبة اخوات لعيبة وي وي وكل حاجة لدرجة ان احد الصحفين المغربة طلع الموبايل بتاعه بعد شكوى لانا بعد دقائق قليلة وصل المنصق الاعلامي لها الكاف وعمل شكوى بقى يقوم الناس من هنا الناس تجري من هنا حاجة كانت صعبة فصلة وهرجع لك تاني عشان على ذكر القصة بتاعت الصحفين دي عايز يسأل امجد عن ماتش الاهلي والترجي لكن نكمل عن قصة شيكابالا بعد ما ارجع لك امجد من امبارح سمع شكوى كبيرة يعني من الزملاء الصحفين المصريين ان عدد الصحفين اللي جالهم الموافقة على تغطية المباراة اقلب كتير من اللي جالهم في ماتش الزمارك والبعض بيربطها بان اللي حصل هنا بيؤثر على هنا ايه معلوماتك بشكل غير جاسمي هو ده واضح ان ده بيتطبق اولويات انت ساعات لو انت بتحدد لك عدد معين للصحفين فبتيجي تسوف مثلا الوكالات العالمية بتديهم اولوية الصحف القومية بتديهم اولوية بيبقى فيه اولويات للمؤسسات اللي انت بتدي ليهم الاكيديتيشن او ان هو يبقى موجود للدخول فالنفطوية زي محلوط فوير مثلا بيقول فيه خمسين صحفي مصري اكيد كان فيه سبعين واحد مقدم اتوفق على خمسين فهو كل اللي بيحصل ان انت بتقلل خمسين ستين واحد مش قصدي فسيب اتكلم كان على الصحفين اللي معاهم موافق صحفي بالزبط روض النظر عن التنظيم الغير الايجابي بالزبط كده فاللي جالهم موافقات بتتكلم في خمسين ستين واحد اكيد فيه اكتر من الستين كان مقدم وخمسين بس اللي جالهم فهو ده نفس الوضع اللي حصل لمطش الاهلي العدد يعني حسب مراماتي مش قوي يعني كان فيه ناس لغاية مبارح مجالهمش بس الفجر جتلهم الموافق بقوله روصل الميت بقوله روصل الميت لغاية الدلوات فيه لغاية الدلوات فيه انا اتوقع زي ما بقولك مش عايز اقولها بس تم اكتشاف البعض وممكن مش دول اللي مترفض بس حصل فيها زي تدقيق في مين اللي بياخد ايديهات ولا ان البعض اكتشف ان هو مش عارف بيتقالي ازاي بيدرب ايديهات للصحفين بينتحل يعني شخصيات صحفي بيزور مش بيزور علشان بردو مايبقاش فيها بينتحل بس بينتحل بيشعادوا انقابة مثلا بالزبط بالزبط وده نتيجة هو ان احنا بنشوف وده ليه علاقة باللي حصل اقول لك على حاجة انا انت لو مثلا موجود فيه اي مطش في الدوري سواء اهلي او زمالك او اي مطش في الدوري لو قاعدين ايشيرين صحفي محترام لكل الناس ممكن تلاقي بس ايه خمسة اللواء نقابيين عضاء نقابة صحفيين والباقي كله بيمرسوا المهنة محترمنا ليهم برضو هم لهم حق يشتغل ولكن هي الموضوع محتاج مراجعة محتاج تاخد يعني تحط قصص كده ومعايير الناس اللي هيتم يعني اللي هم يتم يتم قبول او تسجيلهم يتم تسجيلهم مفكة لقصص ومعايير هل شيكبالا كان منصق مع زملائه سواء عمر جابر كابتن الفريق في المباراة او باقي الفريق بانه ابنه هو اللي هيستلم الكاس لا طبعا ما كانش فيه تنسيق خالص هقولك على معلومة مؤكدة في حالة غضب كبيرة جدا جدا من لعابة نادي الزمالك اتكلموا مش عايزة اقول قطعوا في شيكبالا هم زعلانين من اللي عملوا شيكبالا اللعيبة كانت فرحانة موسم شاك موسم صعب وفيه منتظرين شيكبالا اللي احتفال بتاعه يرقص بالكاس لحد ما رحلهم ولكم فجأة ما استورتش بالكاس فاللعيبة زعلانة جدا من اللي حصل نتمنى ان يتم تدارك زيزو زعلان من شيكبالا قارتها في كده بوست مش لازم بقى مش لازم قولي انت طبعا ما بحاجة باشك لا حقيقي الكل زعلان من شيكبالا لا 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 الكل زعلان من شيكبالا بسبب اللي حصل هل شيكبالا مستمر مع الزمالك الموسم اللي جاي ولا هيعتزل اذا توج الزمالك بالسوبر زي ما قالت بعض التقارير بردو هقولك على المفرد حتى هذه اللحظة مفيش نية شيكبالا انه يعتزل كرة القدم شيكبالا لما عقده انتهى مع نادي الزمالك المجلس ده مدد له عقده موسمين تمام خد المفاجأة بقى ده هو اللي جاي ده هو اللي جاي خد المفاجأة ايه الاستاذ ممدوح عباس انا اقولك معلومة مؤكدة مليون في المي استاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأصبق ادى شيكبالا السنتين كاش عقد السنتين المرتب بتاع السنتين كاش عالترابيز مفيش نسبة مشاركة حتى مفيش اقصاء هقولك كان بقى تمامية وعشرين مليون جنيه اربعتاشر في الموسم اربعتاشر في الموسم ده واربعتاشر في الموسم اللي جاي خدهم كاش شيكبالا لعب ملعبش هياخد الفلوس بتاعته كاملة فيه كلام يعني اتجاه كده داخل المجلس ان ممكن يتم عارض شيكبالا لأحد الاندية السعودية وخاصة ان فيه ممكن يصل الى نادي الزمالك اللي يامل اللي جاية عارض من الرائد السعودي اللي دم شيكبالا الرائد السعودي كويس اه انا شايف ان ممكن المجلس يوافه وخاصة ان جوميز ما عندوش مشكلة ان شيكبالا يمشي ما عندوش مشكلة ان شيكبالا يمشي خالص هل شيكبالا نفسه عايز يمشي او يعود تغيير او عارض جايد هيمشي ومشي قبل كده ما هواخد المرتب كله و بعدين نسي الممضوع عباس يعني انت فاهم مش كبالة عنده حاجة ايوه من زمان يعني همجد سريعا قبل ما نختم هل محمد بن حميدة مش هيلحق ماش الاهلي بص محمد بن حميدة اه للترجي كان فيه كلام ان هو مش هيجي مع الفجأ هو وصل من شوية مع بس الترجي فيه كلام هو خمسين خمسين لغاية دولتها بس هو اللاعب مصمم على المشاركة ايه كانت حالته الفنية الاتجاه الاقرب له هو مش جاهز بها محمد بن علي اللي هو شرح في المباراة مرة الفاتت هو مدافع أيمن في الاغلب ان هو يلعب في مركز الزهير الايسر مكانه بحيث ان هو لو مش جاهز فهو ده اللي بيتم تجهيزه اه يكون في البديل الايسر فالترجي بيواجه نفس المشكلة حتى مع زي الاهلي الاهلي عنده معلول ايه اه ترجي عنده محمد بن رمان اه 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 اسف محمد بن حميدة محمد بن حميدة اه هل تعرف حاجة فيما يخص عقوبات محتملة على الزمالك بما أنه البيان كان فيه إدانة للزمالك لو هيبقى فيه بإدانة بأشخاص تصرفات فردية فهم أكتر اثنين هيبقى كابتن أحمد سليمان عضو مجلس الهدارة لأنه حظه زي جدا يوم وقتا ما مسك الكاس ألن المسؤولة بتاعت البرتوكول بتاعت الكاف هي اللي أخدت منه الكاس وهي اللي دونت في ساعتها في التقرير إيه اللي حصل زائتش كمال على التصرف اللي عملوا مع ابنه قولي تشكيلتك الأنسب للأهلي قدام التراجي رأيي مصطفى شبير محمد هاني محمد عبد المنام رامي ربيعة رأيي كريم فؤاد مش كوكة مراوان عطية قدامه أفشة وإمام عشور على اليمين ريدا سليم على الشمال حسين الشحات وسام أبو علي ربا أحمد عبدالقادر قاعد بره يقدر ينزل كامدين تاو بره؟ آه يعني المطش الفاتمر كان سيء جدا الدفاعيا هو كويس يرجع يدفع ريدا سليم ما بيدفعش بنفس الشكل زي بيستاو بس انت في المطش ده انت مش محتاج تدفع انت محتاج تخطف جون في أول خمس دقيقة أو عشر دقيقة أخيرا أحمد حمدي سلامات يا حمدي في جديد فيما يخص الجراحة أحمد حمدي خلاص تأكد إصابته به الرباط الصليبي الجهاز الإداري نادي زمالك خلال الساعات الحالية ينهي إجراءات سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا بمجرد ما الإجراءات تنتهي هيسافر أحمد حمدي لإجراء الجراحة في ألمانيا وهيكون برفقته قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطب في النادي زمالك نتمنى لو الشفاء العاجل ويرجع إن شاء الله أقوى مما كان معك عشر ثواني تقول فيها أي حاجة تحب تقولها إن شاء الله حتى إهداء للمشاهدين يلا سريعا قبل ما نفتب اليوم مبروك لنادي الزمالك لفوز بالكونفدرالية أتمنى من كل قلبي والله يفوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله نشوف سوبر أفريقيا جامد بقى إن شاء الله التوفير النادي الأهلي هتمنى الجمهوري يلتزم بالتعليمات في المرش إن شاء الله الأهلي يكسب بإذن الله 3 واحد إن شاء الله بالمناسبة تراجي عدد حضور الجماهير في قد هي النسبة 5% من ساعة الاستاد المقررة أو اللي توافق بيها اللي طبعت تذاكرها مش من ساعة الاستاد نفسه فحوالي 2000 وشوية نسبة الخمسة في المائة من التذاكر المربوعة ده الرسمي ده الرسمي بزي بس جغة العادة يعني إن اللي بيها متواجد بيخش يعني ما فيهاش مشاكل تمام مفهوم تمام بشكرك جدا أمجد الغنيمي نورتني وشهرتيني نورت برنامجك بشكرك جدا محمود فؤاد نورت برنامجك شكرا أنا صحيح جدا أنا كنت معك نورنا الناقضان أرياضيام محمود فؤاد وأمجد الغنيمي أما بعد الفاصل فالناقض أرياضي الكبير زغلول صيام